زي ما أنا قلت لكم هروح على الخبر التاني الخبر التاني هنتكلم فيه على شائعة والشائعات كتيرة جدا جدا وده اللي أنا بقوله كل مكان عندنا وعي كل مكان عندنا فهم وإحنا كلنا كمان بنستعمل كل وسائل التواصل الاجتماعي طول الوقت أنت بتشوف المواطنين في كل مكان يعني بيشتغلوا على كل شبكات التواصل الاجتماعي فتيجي مثلا شائعة معينة فتلاقي واحد يقول معقولة يروح مشايرها أو مكلم حد أو أي لا وتبقى في النهاية هي إشاعة وإشاعة ممكن تعمل قلق يعني أحيانا يقولك إيه الإشاعة دي ممكن تعمل تكدير للسلم العام يعني تدايقك وتعملك تكدير وتخليك الله إيه ده أنا حقلق زي الشائعة اللي موجودة دي واللي انطلقت وبتقول أنه وجود نقص في سلع مهمة زي الرز السكر وطبعا ده مش حقيقي ده اللي خلى على طول وزارة التموين بنفسها يعني شددت على التوافر كل كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز السكر ومشيرة كمان وأكدت للناس أن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي الاستهلاك المحلي لمدة ستة أشهر ونصف يعني عندنا ستة شهور ونصف من المخزون موجود كمان توفر مخزون استراتيجي من الأرز يكفي لأكثر من ثلاثة أشهر يعني ثلاثة شهور من الرز كمان موجود وده بيأكد أنه الشائعة اللي بتقول فيه نقصة أو فيه مشكلة ده يعني إشاعة ليس لها مكان خالص من الصحة وده اللي بيزيد وعي الناس الأكتر كمان أنه الناس اللي عندها وعي بقى لما تلاقي ده تكذب يعني تبذل أنت مجهود هتبروا يا سيدي عمل تطوعي تدخل حضرتك على مثلا أي حاجة من الوسائل الاجتماعية دي وتقول يا جماعة سمعت كذا 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 وده كلام فارغ وأنا لسه مشتري وشايف بنفسي الحاجات دي وكل الأشياء موجودة عموما الدولة لا تمل ولا تكلها طول الوقت منتبهة لكل شائعة ولكل شيء غير صحيح أن تكذبوا على الفور